طيب ندخل بقى مع حضراتكم في تفاصيل حلقتنا النهاردة وطبعا زي ما حضراتكم أكيد عارفين خلاص كلها ساعات قليلة جدا وتدخل كرة القدم المصرية اختبار صعب ممكن كمان مش مجرد يكون صعب ممكن يكون هو الأصعب في آخر كام سنة باعتبار أن المنافس فعلا قوي جدا ومصنف كواحد من أهم وأقوى فرق القارة حتى لو كان تصنيفه خارج الخمسة الأوائل حاليا لكن بيظل اسمه بير وتاريخه كبير طبعا منتكلم على منتخب الأفيال الإفواري اللي عدوا معاد النهاردة بقى مع الفرعنة في ختام منافسات الدور التمنى النهائي من كأس الأمم الأفريقية طبعا منتخبنا تأهل بعد ما حل في المركز الثاني في مجموعته في حين أن منتخب كود إفوار تأهل بعد ما تصدر مجموعته بسبع نقاط أخيرها طبعا بعد ما اكتسح منتخب الجزائر بثلاثية المواجهة ما فيه شكة هتكون قوية جدا وصعبة جدا للطرفين والحقيقة هي واخدة كل الاهتمام الإعلامي في مصر وكمان في المنطقة الإفريقية والعربية وده لأن مواجهات الفريقين دايما يعني مش بس السنة دي دايما بيبقالها توابع كتيرة جدا وعلى فكرة إحنا بشكل عام المفروض أن إحنا حظوصنا كبير عليهم لأن التاريخ بيقول كده لكن طبعا كرة القدم لا تعترف بالماضي ويبقى دائما الحاضر هو صاحب الكلمة العليا الحاضر بيقول أن مصر مدعومة بالنجم العالمي محمد صلاح أسطورة ليفر بول وطبعا المرشح الأول لجائزة الحذاء الذهبي في البريمير ليج وطبعا معه الحارس المتقلق محمد الشناوي وكل كتيبة الفراعنة كمان الحاضر بيقول أن المنافس هو كمان عنده بدل النجم 2 و 3 و 4 طبعا أبرزهم مهاجم آيكس الهولندي وهدف دوري أبطال أوروبا سافستيان هلير وبرضو نرجع ونقول نقدر نكسب ونقدر نفرح الجماهير المصرية في كل حتة في مصر وبرى مصر وخلينا بقى نرجع لأيام زمان الحلوة لما كانت الانتصارات والفرحة دايما بتكون هي النهاية شبه الحتمية في معظم لقاءات منتخبنا ضد أي منافس فنتمنى لأيام الحلوة دي ترجع بتفهم معاك أيام أعتقد إحنا نستحق أن هي تتعاد مرة تانية وفي نفس الوقت إحنا يمكن زمان كان عندنا ثقة أكبر حتى لو كان فيه مطشط بنلعبها مش يعني بيش بالأداء أو مش بالنتيجة المرجوة بس إحنا كنا دايما واثقين أن الموضوع حيتقلب وحيبقى لصالحنا وده كان فعلا بيحصل على أرض الوقت فإحنا نتمنى دا يرجع مرة تانية